حلقتنا اليوم روان راح تكون أدبية جدا لنرح نأخذ الأدب والثقافة من كل مجالاته وضيفنا اليوم متخصص في علوم اللغة وهي تعتبر أو كانت البوابة له بنسبة لها لدخوله في مجال البحث في التاريخ والتوثيق وله العديد من الإصدارات بنتعرف عليه أكثر وعلى هذا الموضوع الشيق مع الدكتور يوسف البدر تفضل رحب معكم مشاهدين في أول ضيوفنا داخل الستوديو الدكتور يوسف البدر أستاذ اللغويات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساكم الله بدنور شكرا جزيلا على الاستضافة عيك الله نول دكتور يا مساك الله خير ولا يمسيك الله خير والله مساك الله خير هي أكثر خليجية لها طابعة خليجية أنه اليوم ستستمتع وياك أكثر باللغة العربية بشكل عام ممكن أن نسولف عن اللهجة الكويتية بعد في بعض جوانبها لكن دكتور ما الذي يحببك في هذا المجال والتخصص في اللغات اللغة العربية وأيضا بعد تعرف كثير من اللغات بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم مجددا مرة أخرى على هذه الاستضافة طبعا بدأ الشغف كما تعرفون بداية كانت في الثانوية الواحد يدور التشعيبة والتخصص لغة انجليزية كنت في الثانوية تحمل بشير رومي في الدعية لكن لم يكن هناك تخصص لغة انجليزية فانتقلت إلى الجابرية ثانوية فهد لدويري فتشعبت لغة انجليزية كيف كان عندنا كان يتبقى نعم يلا مرات لهاية يمكن فانتقلت إلى الجابرية ثم مباشرة كملت الجامعة الكويت تقسم لغة انجليزية وأدابها ماشا الله لكن عندك الحب والشغف اتجاه اللغات الانجليزية يمكن أنت في بداية كان الانجليزي وهو الشغف لكن أكيد الطلاف أكثر من اللغة وصار عندك هذا الشغف أن تتعلم أكثر من اللغة بداية كان أذكر أن الانطباع العام لغة انجليزية أنها لغة لاتينية هذا الانطباع لا أصل انجليزي يقولون لغة لاتينية هذا خطأ متعارف لكن خاطئ الانجليزية هي بنت اللغة الألمانية بنت بنت اللغة الألمانية سنلاحظ فيه تشابه كبير الذي يغوص في أعماق اللغات سنرى تشابه بين الانجليزية والألمانية والهولندية سبحان الله هذه كلها طبعا لغات خوات ومن أمهم اسمها جيرمانيا جيرمانيك لانجويج الانجليزية يعني شيء ألطف من اللغة الألمانية بسبب بساطة اللغة نوعا ما حتى الخاء بنسبة لنا نحن سهلة بنسبة لناطق من اللغة العربية لكن يمكن البعض يواجه صعوبة في لفظ الأصوات هذه نعم دكتور ما أضاف لك تخصصك في هذا المجال شيء شخصي أضاف لك شنو طبعا معرفة اللغات معرفة شعوب وأمم وثقافات يعني هي ما هي فقط كلمة أبحث عنها في القاموس المعجم وخلصنا هي طبعا تبحر في معاني الكلمات وتبحر في أصول وجذور هذه الكلمة فتتفاجأ من أصول بعض الكلمات أنها كانت تعني شيء وتحولت إلى شيء آخر مثلا صحيح طبعا القاموس هذه وفرت متوفرة إلكترونيا سابقا على يام الدراسة كانت ورقية وقاموس وصغير أحجام كبيرة نعم يمكن كبرنا دكتور يوسف ونا كان عندنا المثقف أو المطلع الذي يعرف يتكلم لغة إنجليزية لكن اليوم توقع مع استرعة وانفتاح العالم على بعض الآن اللغة الإنجليزية لم تصبح لغة ثانية ليست لغة ثانية الآن يبون منك أن تتعلم لغة ثالثة وربعة وخمسة صحيح بالنسبة لك ما شاء الله تتحدث أربع لغات إنجليزي وألواني وفرنسي ووردو أوردو بالشركة وبالدوام لكن اللغة الإلمانية للأسف نوعا ما تبخرت لأنه لا يوجد ممارسة مع من أسول في اللغة الإلمانية ومن الإضافة للإلمانية تعلمت اللاتينية اللاتينية هي أم الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية طبعا والسبب في تعلم اللغة طبعا نرصد في أصول المفردات هذه كلها نعم دكتور هل هو سهل بأن الواحد يتعلم لغة أخرى بالنسبة لك كانت لي تجربة وشفت أنها كانت سهلة لكن بالنسبة لك هل هي تعتبر صعبة والله أنا لا أقص اللغة بصعوبتها اللغة عن لغة تختلف تماما لا أقول اليابانية صعبة اليابانية تختلف وليس صعبة تختلف تماما قواعد نظام الكتابة لكن لا أستطيع قارنها لا أستطيع قيم اللغات بصعوبتها إلا إذا أتقنت 7000 لغة هي موجودة اليوم 7000 لغة إلى اليوم لا أهجب نعم نعم 7000 لغة إذا أتقنت هذه الساعة تقدر تقول هذه لغة صعبة هذه سهلة نوعا ما لكن حاليا لا أقول لدي فضل وده الآن يتعلم لغة ثانية في البداية لأننا دائما نرى هنا تقول وده يتعلم لغة لكن لا أعرف وين أبلش مثل ما تفضلت اليابانية يختلف تماما بالأحرف بالنطق بكل هذه الأمور إذا أحد يبتدي أنت تنصح يعني بداية هو الاطلاع والقراءة على ثقافة اللغة هذه وليست اللغة وليس اللغة نفسها يعني يطلع على الثقافة بشكل المجالات بمجالات كثيرة عديدة جدا يعني بداية يمكن أن يبدأ بالأفلام ولا المسلسلات لو ترى الغزو الكوري اللغة الكورية تلاحظون يتكلمون لأنه يأتي لليدي كوري بشكل مطبيعي بس من الأفلام علي طالب نعم علي طالب هذه الأيام بالضبط بسبب مثل ما ترى مسلسلات والأفلام نقال دكتور يمكننا كلها مثلا اللغة الإنجليزية دخلت علينا روان من سال من لغاني من الأفلام وبعدين مع الدراسة أصبحت أقوى لكن اللغة الإنجليزية دكتور نعرف متى دخلت الكويت طبعا دخلت الكويت في بداية القرن العشرين مع دخول التبشير المسيحي مع الإرسالية الأمريكية التي وصلت لكويت بقيادة كان القص ساميل زومر هو الذي كان رئيس الحركة التبشيرية هذه وطبعا كان فيه مدرسة المستشفى الأمريكاني داخل المستشفى الأمريكاني كان فيه مثل غرفة وقاعة صغيرة كان يدرس فيها واحد أمريكي اسمه إدوين كالفيرلي وهو زوج إيلينور كالفيرلي اللي هي أول طبيبة أمريكية تشتغل في الكويت إيلينور كالفير كان زوجة يدرس لغة الإنجليزية بمساعدة أعتقد كان مدرس عراقي اسم إسماعي الكدو ومن ثم كان له هم مدرسة خاصة ومن ثم فتتحت مدارس أخرى مدارس الإنجليزية أخرى مدارسة الاهلية كانت تابعة لهاشم عدو الرحمن البدر الجناعي كان يدرس لغة الإنجليزية ومن ثم دخلت المدرسة الأحمدية سنة 2021 كأحد العلوم الحديثة نعم نحن ما شاء الله أعتقد الشعب الكويتي عنده دائما الفضول والرغبة أن يطلع ونحن من زمان كنا نسافر ونظر على ثقافات وأعتقد هذا جمال الشعب الكويتي وتعلم لغات اليوم إذا تكلم دكتور يوسف عنك كونيك أن عندك هذه الرغبة والحب يمكن عن أهم الإصدارات هو قاموس الجيب واليوم وائد مهم أن نبين أهميته وإذا لحد الناس تستخدم ونقول أنه قاموس لصاحبه صح؟ الحمد لله لصاحبه لصاحبه عيسى عبد المنعم السالم صحيح فأنت تكلم عن محتوى هذا القاموس طبعا ما يميز هذا المشروع والكتاب أن الكتاب قصة حياة كويتي اسمه عيسى عبد المنعم السالم من كان هو عمره 14 سنة تقريبا كان عنده دفتر صغير ويدون فيه المصطلحات المفردات التي كان يسمعها عندما كان يعمل في شركة تنقيب عن النفط قبل أن يشاف النفط بعد فكان يزور الميادين أو الحقول الميدانية هذه وكان يسمع الأمريكان والأجانب يسولفون ويسجل يسجل يدون عيسى عبد المنعم مواليد 1920 وتوفى سنة 2001 لكن بدأت كتاب قاموسى سنة 34 34 ما شاء الله فدون فيه مصطلحات انجليزية ترجمها العربية والكويتية بعضها ما شاء الله مثال على ذلك ترجم كلمة فروغ مفروض تكون ضفدع بالعربية ترجمها عقروقة هي المصطلح القويت القديم كلمة كاربيت يمكن تكون سجادة ترجمها زولية مثلا بكشا إلى آخره نعم فإضافة جميلة جدا فاشتغلت وحققت طبعا المعجم وطلع الكتاب من شهر 8 2021 على المركز بحوث دراسات الكويتية وشيرون شفت صد هذا الكتاب والله الحمد لله الغرابة بالموضوع أن أغلب المواضيع التاريخية عادة تكون مواضيع سياسية ثقافية اجتماعية لكن الجانب اللغوي نوعا ما مهمل الغرابة كانت في أن نركز على الجانب اللغوي في الكويت من شون التوثيق هذا الذي حدث أكيد نحن نكمل معك دكتور لأن الحديث معه تريد أن نشيق لكن دعنا نأخذ بريك صغير ونرى نكمل معك مستمرين معكم وحديثنا مع دكتور يوسف البدر عن اللغة العربية الكويتية بشكل عام روان الملاحظة مثل أبو قامت بشكل عام الملاحظة كان يحب يسعر بالإنجليز يعرفون يعرف إنجليز وكذلك يبدو يسألون عن كلمات كويتية كثيرة يمكن أن يرون بالإعلانات والدعايات والأغاني التي تصير أكثر شيء وقت العياد ورمضان صحيح بالضبط صحيح طبعا ما يحدث إعادة إحياء المخردات التي كانت يوم الأيام من دثرة يعني عفى عليها الزمن لكن شيء جميل جدا أن الواحد يبحر ويتطلع ويتثقف في مفردات كادت أن تموت شبه ميت لكن إعادة إحياء شيء مهم جدا يعني بالبعض أعتقد أذكر أحد محاضراتي في الجامعة كأسألت الطلبة طلبة يعني دفعة 2020 معنات يعني عمرهم تقريبا 18-19 سنة فأسألتم عن كلمة كلهم من بهروا ما شافوها يعني كلهم تقريبا 40 طالب كلهم من بهروا كلمة سحارة يمكن يعني ما بيقول كلمة منقرضة لكن موجودة لكن قل مشاهدتها بسبب يعني انتقال تطور هذا صحيح صحيح هذه كلمة من كلمات عدة طبعا كلمة كلمات عدة سحارة اليوم سحارة ننطر البيبسي لم يمور بالفريج وتسوى المكس بين البيبسي والبو الفريج لا نقول نحن منها الراحة حكلا جل فريطال عملك دقوني يوني البيت ملاحظك جميلة دكتور يعني بما أنك ذكرت حين الجيل يمكن فعلا في أمور ما هي موجودة عشان يعني الكسيت الفيديو في أمور هذه ما هي موجودة فاليوم قبل ذكر شي جدا جميل أن القاموس مثل ما تفضل بين الإنجليزي والعربي وبعد المفردة الكويتية صحيح اليوم حرصك أنك مثل وجود هذا القاموس الذي هو الإنجليزي العربي لكن لا تفكر أن تتوين نفس الطريقة تضيف بعض الكلمات الكويتية كون الآن الشباب فعلا وإحنا لليوم قل إذا نبحث لا هناك مكان يكون يحطل كل المعلومات بمحتوى مرجع وخفيف وسهل نعم هناك مراجع معاجم عربية عربية وليس عربي إنجليزي وإنجليزي عربي هناك معاجم طبعا من السبعينات وثمانينات وحاليا طبعا يحضرني معجم مختارات شعبية من اللهجة الكويتية لأيوب حسين الأيوب بالنسبة لي من أروع ما كتب عن اللهجة الكويتية بسبب انتقاء المفردات النوعا القديمة والحديثة دمجهم مع بعض في صفحة واحدة فشيء جميل جدا خصوصا عنده عنده فصل كامل اسم الكلمات المندثرة كلمات حل محلها بسبب طبعا اللغة العربية الفصحة نعم بالضبط صار مثلا كلمة دريول تحول نعم 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 مشتقة من درايفر تحولت إلى سائق طبعا من العربية كلمات أخرى عندنا الدختر تحولت إلى طبيب كلمة خاتون تحولت إلى ممرضة وتحولت إلى سستر انجليزية بعد شاهد مصطلحات هذه المسميات الوظيفية السابقة طبعا طبعا مصطلحات كثيرة عديدة جدا قبل مرت علينا استكانة استكانة بدأ عاد استكانية من شوية است تي أو شك هذه طبعا معلومة نوعا ما منتشرة لكن غير دقيقة تقول لنا الدقيق الدقيق طبعا هي كلمة روسية الأصل استكانة نعم روسية الأصل انتغلت إلى بلاد فارس ومن ثم اخذناها من لغة الإيرانية لغة الفارسية كلمة روسية الأصل ليس نفس ما عرفنا قالوا لنا كويتين مطلعين على روسيا وفضل أيضا من الأشياء الجميلة دكتور كان لك كتاب وهو يعتبر ثاني إصدار لك في مجال الترجمة نعم اليوم نعم من ترجمة كتاب الدكتور يعقوب يوسف الحجي من الفلكلور البحري الكويتي إلى حولت لغة الإنجليزية يعني هذه النقلة الكبيرة وكيد في صعوبة وشون قدر تصل صعب جدا صعب جدا رغم واحد اضطريت طبعا الكتاب ترجم أنا ومع رحمة الله عليه سيد عيسيوي أيوب كان أحد المترجمين معنا اضطريت أني أدرس الفلكلور البحري أني أدرس البحر الكويتي والتراث البحري ومن ثم أوافق أني أترجم الكتاب طبعا عمل شاق نوعا ما بسبب اندثار هذه المصطلحات الملاحية والبحرية بسبب طبعا الطفرة التي حدثت في اليابان صناعة لولو ناعي سنة 59 هذا الذي حدث نقلة نوعية التي اندثر البحر بمفرداته بكلماته بأمور هذه قبل ترجم طبعا ومن ثم بدأت بترجمة الكتاب من العربية إلى الإنكليزية و أحد المصادر المهمة هم الأشخاص كانت لك زيارات بعضهم مثلا رجال عاشوا و عاصروا طبعا المؤلف نفسه دكتور يعقوب يوسف الحجي كان من خبراء أو من عمالغة هذا المجال طبعا في التراث البحري الكويتي فقعت معه بسبب أحد الأسباب التي قعت معه أنه كنت أبي الفضلي المفردة أبيها اللفظ الصحيح لأنه لم يكن تشكيل باللغة العربية على ساس أنقلها بالإنكليز و أكتبها و أكتب الترجمة و شكلها نعم بالنسبة لأمور الأخرى كان في قصائد و نوعا ما هم بحرية شعر بحري نبطي قديم حاولت أني أسجل صوت أني أسمعها لأنني ألفظها على ساس نفس الشيء أحولها إلى كتابة لاتينية و ثم ترجمها كل شيء لا مفرد بمقابلها باللغة الإنكليزية يعني نحن كلنا نقول كل كلمة عربية أو باللجل الكويتية هل يوجد لها شيء بالمقابل بالإنكليزي تقريبا نقدر نقول حتى الكلمات البحرية طبعا مثلا طواش مصطلحة البحرية وتاجر اللؤلؤ نعم فشون ترجمها يعني أنا كتبتها طواش T-A-W-A مثل ما هي يعني صوتيا و ثم ترجمتها Pearl Merchant تاجر اللؤلؤ بيقوسين فهذه الطريقة الأنسبة شوفها نحن استشيط صراح الكلمات بسيطة عرفتني أحرفها قليلة لكن لما الترجمة مثلا للغة الإنجليزية تصير كلمات كثيرة صحيح هل هذا يعتبر غنى لغتنا ولا سهولة لغتنا طبعا هذه أحد تقنيات الترجمة أحد أسس الترجمة مرات ترجمة بكلمة مرات بكلمتين مرات بحرف أو جملة كاملة يعني أحد تكنيك الترجمة هذا لا أعتقد أنه يقلل من لغة أو لغة أخرى ما كثير مهم موضوع الترجمة الآن يمكن من يقلل من قيمتها أو من أهميتها يقول تعوى لماذا لهذا مهم أنها تلاقي الشعوب أيضا تطلع على شعوب الأخرى تقرب المسافات بحيث أن كل شعب يتعرف على ثقافة شعب الآخر ما كثير مهم موضوع الترجمة في هذا المجال أكيد أكيد طبعا الترجمة هو بناء جسر ثقافي بين دولتين أو بين لغتين قبل الله يترجم يجب أن يكون ملم ومطلع بثقافة هذه اللغة قبل أن يطلع على معجم اللغة نفسها طبعا الثقافة هي لو تلاحظ أغلب المترجمين المبدعين لا يوجد شهادة الترجمة سبحان الله تكون عندهم موهبة لغتهم جميلة سلسة فهذا الذي يزودهم أيضا بعد دكتور لك أصدارات أخرى في الترجمة كتبتها ترجمة مجلة 66 مطبوعة في إيطاليا عن الكويت وترجمة مذكرات بيت أسرة ديكسون حارل ديكسون وزوجته وابنائه من الإنجليزية إلى العربية ونشرها في مجلة مركز بحوة الدراسات الكويتية إن شاء الله يجب أن نتحدث عن كل أصدارات وكل الأمور التي تشاهد فيها سنأخذ اللقاء لكن لازم نسلط الضوء كان هناك جميلة جذور اللغة نعم اليوم هناك مجال نتكلم عن هذا الموضوع وماذا قدرت أنت تصدر هذا طبعا هذا كان بداياتي كانت بدايات الكتب صدرته 2008 والطبع 2010 عموان الكتاب جذور الكلمات الذي يشرح فيه أصل الكلمة نعم أصل الكلمة كلمات في اللغة إنجليزية لكن أصولها غير إنجليزية يعني موجودة بالمعجم إنجليزية مثبتة موجودة موثقة لكن أصولها غير إنجليزية تكون إيطالية يابانية صينية عربية إلى آخر فحولت أني أحصل هذه المفردات على تقريبا 200 صفحة طلع معي وأصدرت الكتاب 2008 نعم الخطة القادمة دكتور شنو الخطة القادمة نبدأ إن شاء الله هناك مشاريع ترجمة إن شاء الله مشاريع قاموسية معجمية دائما وتوثيق اللحجة الكويتية بإذن الله دكتور قبل أن نختم معك هذا دائما نحشني خصوصا المختصين في هذا المجال ما رأيكم في الآن لا أريد أن تحريف لكن خصوصا شباب الصغار الإنجليزي المعرب العربية الإنجليزي كما الكلمة يقصونها إنجليزي ولكن كلمة عربية بالنسبة لكم هذا عادي لا لأن لا يصبح أزدواجية هناك يقولون هذا من ضمن التطور لماذا لديكم مشكلة أن العربي ينكتب بالأحرف الإنجليزية وبالأرقام وبالأرقام صحيح طبعا هذه ظاهرة عالمية وليست عربية فقط ظاهرة الأرقام وجدت هذه اللغات أو أسلوب الكتابة هذا لأن تذكرون الرسالة القصيرة قبل الكيبورد التليفون لا كان فيه لغة عربية صحيح لا كان فيه أحرف عربية فهذا أنا أبدأ لغوي أن أبدأ لغة أخرى بإضافة التشكيل هذه الأمور كلها شيء جميل أنا أشوف سأحرف لغة عربية وخلى شباب لا يعرفون حتى يكتبون بالعربي لا أعتقد أنه سيخرب كثير لهذه الدرجة ويأثر عليها لأن المتأخئة ابن اللغة العربية على دراية ومدرك أنه يفرق بين اللغة و هذا مثلا إذا الإختبار يدري أنه لا يكتب يجاوب الإختبار بلغة الرسال النصرية سيكتب بلغة الأم طبعا الله دكتور وصلنا هذه المرحلة من فترة طويلة وليس قصيرة مثلا يريد أن يقول كويت يريد أن يقول كلمة معينة ما يقول بالعربي أيها أبدا يتحدث هذا صحيح هذا شيء مزعج إذا لا تعرف الكلمة بالعربي واللهجة الكويتية نعم تحدث هذا شيء شيء وارد جدا خصوصا نرى بعصر الإنترنت التكنولوجيا هل فتوحان يحدث الآن فأغلب اللغة التي نواجهها بشكل يومي اللغة الجنبية بحروف لاتينية ABCD فلا أعتقد أن نلوم المستخدم أو اللي يقلب بين حرف وكلمة وكلمة وحرف طبعا لكن أكيد لازم نوعيهم نبين لهم هذه اللغة وهذه لغة ويستطيعون بالنواقف الرسمية لا أعتقد قلب الكلمات هذه التي ستحدث نعم أتمنى كل شكر لك دكتور شكر لكم شكرا وياكم مرحبا كل شكر للدكتور يوسف البادر أستاذ اللغويات في العام للتعليم التطبيقي والتدريب لكم معنا بعد الفاصل مع ضيف كريم